أنا دايما بشوف أنه الإدارة المصرية يعو الرئاسة المصرية أو بمعنى أكثر دقة وضحن الرئيس المصري بيحط القاهرة في نفس ذات الصفة التحرك الجاد جدا الهادئ جدا الثابت جدا يعني ثوابت للسياسة المصرية ثوابت لأداء المؤسسات المصرية كلهم في حسب اختصاصه أو كلهم على حسب اختصاصه وفي نفس الوقت التحركات تكون هادئة وبلا صخب ودون انتظار أي تصفيق حاد المهم على سبيل المثال أن تستقرر المنطقة المهم نصفر المشاكل الموجودة ما بين المنطقة وما بين أي قوة إقليمية محيطة ونستطيع إعادة نسج صدقات وشراكات وتحالفات وحدث كيفما شئت المهم أن مصر تبقى سالمة آمنة مطمئنة بإذن ربنا سبحانه وتعالى وده قدر ربنا إلى يوم الدين إن شاء الله ده ربنا اللي قال يعني دخلوا مصر إن شاء الله ها أمني هي مصر كده وهتفضل كده بسرعة نحتاج دايما إرادة سياسية وطنية ومخلصة ده اللي عملوا فخامة الريس وده اللي عملوا لو صح التعبير طبقة الحكم في مصر خلال الكام سنة اللي فاتوا من 14 حتى 23 إحنا بنتكلم تقريبا دلوقتي أهو على تسع سنين تقريبا الشهر الجاي نبقى تقريبا تسع سنين لازم تفكر بالطريقة دي وبهدوء ودون صخب الفرق ما بين العمل السياسي الحقيقي سياسي وما بين الصخب السياسي الفرق ما بين السياسة والمراهقة السياسية ترجمة نانسي قنقر